يتساءل الناس لماذا هذا القصف العشوائي والتصميم الإسرائيلي على احتلال مستشفى الشفاء في قطاع غزة بعد سلسلة مستشفيات أخرى حوصيرات وهوجمت من كبل الكوات الإسرائيلية هناك سبب إسرائيلي معلن يقول إن مقرات حماس موجودة في أسفل هذا المستشفى ولكن على ما يبدو أن هذا ليس سببا كافيا لأن هناك أهداف أكثر حقيقية فحتى لو افترضنا أن هناك مقرات لحماس في ظل هذا الحديث منذ أسبيع وشهور وربما سنوات عن وجود مقرات لحماس وضرورة مهاجمتها في مستشفى الشفاء لم يعد من قادة حماس منهم فعلا صيد ثمين لإسرائيل لذلك هناك أهداف حقيقية أخرى كما كنا أولا إسرائيل ما زالت تستكمل مساعيها من أجل إحداث أو صنع حدث جلل في قطاع غزة يوازي هذا الحدث الذي يعرف بتوفان الأقصى في السابع من أكتوبر في محاولة لإحتلال وعي الفلسطينيين كي تعيد إلى وعيهم بأن إسرائيل عبارة عن نمر كاسر لا يجوز التحرش به ثانيا ترميم وعي الإسرائيليين الذين فقدوا ثقتهم بحكومتهم بجيشهم بدولتهم هناك من يقول ربما بأنفسهم وبغدهم في هذه البلاد وفقط عن طريق حدث الجلل الكبير مثل ما قال وزير الزراعة عضو الكابينت أفد اختر أمس للمرة الرابعة والخامسة وغيره من الإسرائيليين أن إسرائيل تفعل نكبة في قطاع غزة هناك نكبة بـ 48 وهناك نكبة بالـ 20 و23 هناك سبب آخر سبب عمليات عسكري ميداني إسرائيل استضمت بواقع عسكري في غاية التعقيد والحرب في مناطق سكنية مأهولي أمام صحيح فصيل فلسطيني صغير ولكنه مدجج مستحكم وله عقيدة وبالتالي هي تبحث عن تقدم بري احتلال بري أكل تكلفي بسبب الحساسية المفرطة للخسائر في الجنود ولذلك هي ابتكرت فكرة الأرض المحروقة وألقت على قطاع غزة ما يعادل ما ألقتوا الدول الحلفاء على مدينة الدرزن الألمانية في الحرب العالمية الثانية في محاولة للتمهيد لمضرعاتها الدخول إلى قطاع غزة دون أن تصطدم هذه الكوات بمكاومة شرسة تكلفها خسائر في الجانب الإسرائيلي ولذلك تريد التخلص من المستشفيات خاصة أنها باتت أيضا ملاجئ يحتمي فيها الألاف وعشرات الألاف من المدنيين الفلسطينيين وهذا ما حصل في المستشفى المعمداني والأندونيسي والكدس قبل أن يتعرض شفاء إلى هذا الحصار المجنون وهي محاولة إذن الاستفراد بقوات حماس دون كلفة كبيرة السبب الآخر أو الهدف الآخر غير المعلن هو البحث عن صورة انتصار لإسرائيل اليوم نحن في اليوم السادس والثلاثين للحرب وفي اليوم السابع عشر للحملة البرية حتى الآن لا يوجد هناك مكسب عسكري حقيق على الأرض بيد إسرائيل رغم أنه موازين الكوى لصالح إسرائيل بشكل مريع مختل صالحها بشكل كبير وهذا ما يعترف به عدد كبير من المعلكين الإسرائيليين ممن يتمتعون بمصدقية يقولون أنه لا نرى عناصر من حماس ترفع الرأي البيضاء لا نرى هم يستسلمون لا نرى صور تؤكد أن الأنفاق قددمرت أو أن هناك عدد كبير جدا من عناصر حماس قد كتلوا في هذه المعركة وغيرها ولذلك إسرائيل تحاول أن تحتل هذا المستشفى وتلك القبض على مستشفى الشفاء لاعتبارها إياه هذا المكان رغم أنه كونه مستشفى رمزا سلطويا لحركة حماس كما فعل الأمريكيون في بغداد حينما احتلوا العراق في 2003 ذهبوا إلى مطار بغداد الدولي ذهبوا إلى الكسر الجمهوري اللي يقول للعالم العراقيين أن اللعبة انتهت وأن العراق لم يعد لديه أي فرصة للمقاومة وهذا ما تريد إسرائيل وهذا يبعث التداعيات والتفكير عن الذي سبق وكناه عن مكاسب إسرائيل في هذه الحرب حتى الآن في اليوم السادس والثلاثين رياح غزة الشديدة لا تجري كما تشتهي مضرعات وحكومة إسرائيل بدليل أنها لا تزال حتى اليوم تتوعد وتتهدد وتدمر شمال قطع غزة ولكن حتى الآن المقاومة الشرسة مقاومة التقدم الإسرائيلي الميداني في البر والبحر والجو لم يسكت كوات حماس أو الجهاد الإسلام بالكامل وهذا أمر في غاية الخطورة والحساسية وعملية استكمال الاحتلال للشفاء وغيرها من المستشفيات في قطاع غزة ربما تكون مكلفة أيضا لإسرائيل من حيث الصورة وصورتها في العالم وهناك بعض المراكبين في الإسرائيل يحذرون من ذلك من أن هذا سيؤدي إلى شيطنة إسرائيل في العالم وطرحها كدولة متوحشة دموية ولكن على ما يبدو هناك أفكار أو أوساط في إسرائيل أخرى تعتقد أن هذا لم يعد مهما لأن إسرائيل تبللت أصلا بهذه الانتقادات الجارفة في العالم وأن هناك قيمة لإحتلال المستشفى أكبر من حسابات العلاقات العامة والصورة في العالم وهناك من يعتبر أن أصلا كل محاولات الدعاية الإسرائيلية لن تنجح لأن صور الدم والدموع والنار والدمار في كتاع غزة كافية لأن تقنع العالم بأن الفلسطينيين في كتاع غزة خاصة المدنيين يعني هم ضحية هذه الحرب ولذلك كل المساعي اللي تعرف بالهسبرة أو الدعاية أو العلاقات العامة هي بمثابة محاولة لتحلية البحر الميت بمعلكة من سكر ترجمة نانسي قنقر